موسيقى بتعرفوا الرب يسوع المسيح ضرب مثل عن السامر الصالح وتكلم عن نوعيات من الناس اللصوص اللي هي بتمثل الشيطان اللي بيسلب اللي بيسرق الإرهابي اللي بيحاول دائما يذبح ويقتل ويأزل أرواح ولكن بيتكلم عن نوعية تاني من الناس اللي هي المتدينين بس بعيشوا حياة اللامبلاء وعدم الاكتراث يعني ساكتين في حياتهم وبينما الأمور بتصير حتى بشكل سلبي واحد من جماعتهم يهودي اتجرح وكان بين حي ومية فواحد جاز مقابله والتاني وقف وتفرج عليه لكن ما عملش ولا تحرك ولا قام بأي معونة بيتكلم عن واحد غريب الجنس سامري اللي هو مش من شعبه انه بيعتنف فيه وبيطببه وبيداوج رحاته بياخده للفندق وبيعتنف فيه وبيغطي له كل مصاريفه وانه كل هذه الأمور بيعملها على أساس مبدأ المعاملة معاملة الرحمة معاملة الخير ومعاملة الرأفة بدون أي توقع من أجل هذا أحبائي حتى القوانين الغرب اليوم سواء في أمريكا وسواء في الشرق الأوسط آسف سواء في شمال كندا أو كندا سواء حتى في أوروبا أستراليا كل هذه البلدان اللي تأسست على مبادئ يعني الطورة والإنجيل اللي بتعلم الإنسان تحب الرب إلهك من كل قلبك وتحب قريبك مثل نفسك وهذه الشعوب اللي وضعت مبدأ المعاملة والاهتمام بالآخرين بشان هيك بتشوف من مئات السنين عم بيبنوا مستشفيات بيبنوا مدارس بيبنوا عيادات بيبنوا أعمال خيرية بيساعدوا المشردين وبيستقبلوا المهجرين بينما الدول العربية للأسف إحنا مش عم نستقبل ونستقبلنا منتأفف ومنتزمر عليهم ولكن أحبائي كل هذه الأعمال تعمل بسبب فيه مبدأ خير ومبدأ رحمة ومبدأ المعاملة اللي هي ابتدأت من السامر الصالح واليوم آلاف المؤسسات اللي بتأسست على هذا النوع على هذا المبدأ مبدأ عمل الخير مبدأ عمل الرحمة مبدأ العلاقة الصحيحة في البيت والمجتمع ويعني بيكمل هون أحبائي إذا كان الله صالح وإذا كان الله معطي ومنعم فهو بيتوقع أنه إحنا نمشي بنفس المصار ونمشي بنفس الخط ترجمة نانسي قنقر